أهلاً بكم مجدداً إلى درس جديد من دروس دورة تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من موقع الإنجليزية لكل العرب englishforarabs.com درسنا لهذا اليوم هو سلسلة دروس جمل يجب أن تعرفها phrases you have to know بالمناسبة كلمة phrases المقصود بها عبارات ولكني عندك كتابة العنوان في اليوتيوب لا يوجد أو عدد الحروف ليس كافياً لكتابة كلمة العبارات لذلك أكتب جمل ويمكن الترجمة على أن تكون جمل أو عبارات phrases you have to know at the doctor's office part one درسنا لهذا اليوم سوف يكون في عيادة الطبيب at the doctor's office في عيادة الطبيب part one الجزء الأول ستكون هناك أجزاء أخرى لهذا الدرس نبدأها بالتالي what's the trouble what's the trouble طبعاً لاحظ هنا الفاصلة بمعنى what is the trouble لكنه كتبت هنا بشكل مختصر what's the trouble بمعنى ما هي المشكلة أو من أي شيء تشكي أو تعاني إذن عندما تأتي إلى الدكتور سوف يسألك الدكتور من أي شيء تعاني أو ما هي المشكلة سوف يسألك باللغة الإنجليزية بالطريقة التالية what's the trouble what's the trouble where does it hurt where does it hurt where does it hurt بمعنى أين يؤلم أو في أي مكان من جسمك تشعر بالألم where does it hurt بمعنى أين يؤلم أو في أي مكان من جسمك تشعر بالألم what kind of pain is it what kind of pain is it بمعنى ما هو نوع الألم أحيانا الدكتور يطلب منك أن تصف له نوع الألم الذي تشعر به what kind of pain is it فممكن أن يكون dull sharp throbbing constant on and off بمعنى الألم أنت تصفه dull بمعنى غير واضح sharp بمعنى أحد throbbing constant بمعنى خفقان مستمر on and off بمعنى الخفقان قد يكون مستمر أو قد يأتي يكون بشكل متقطع أي بمعنى يأتي وأو يذهب dull sharp throbbing constant on and off how long have you had this pain how long have you had this pain منذ متى كان لديك هذا الألم how long have you had this pain how long have you had this pain منذ متى كان لديك هذا الألم how long have you been feeling like this how long have you been feeling like this بمعنى منذ متى وأنت لديك مثل هذا الشعور how long have you been feeling like this roll up your sleeve please roll up your sleeve please بمعنى من فضلك ارفع أكمام ردنيك please and dress down to the waist please and dress down to the waist بمعنى رجاء اخلع ملابسك نزولا إلى الخصر please lay down over there please lay down over there بمعنى من فضلك استلقي على السدية المخصصة للمرضى please lay down over there open your mouth open your mouth بمعنى افتح فمك open your mouth breathe deeply breathe deeply بمعنى تنفس بعمق cuff please cuff please بمعنى من فضلك اسعل أي بمعنى قح I'll take your blood pressure temperature I'll take your blood pressure temperature بمعنى سوف أقيس ضغط دمك أو درجة حرارتك لاحظ هذه البصرفي بمعنى I will take طبعا هنا مختصرة فتقولها I'll I'll take your blood pressure بمعنى سوف أأخذ ضغط الدم أو ممكن أن يقول لك الدكتور I'll take your temperature بمعنى سوف أقيس أو أخذ درجة حرارتك بمعنى سوف أقيس أو أخذ درجة حرارتك بمعنى سوف أقيس أو أخذ ضغط دمك لكن عندما نقول I'll take your temperature بمعنى سوف أقيس درجة حرارتك إذن واحدة من هذه الكلمات Is this the first time you've had this Is this the first time you've had this لاحظ أقول you've البصرفي هي عبارة الإختصار بمعنى you have ولكنها بشكل مختصر تلفظ you've أي بمعنى Is this the first time you have had this ولكن كما قلنا بشكل مختصر تلفظ you've إذن Is this the first time you've had this بمعنى هل هذه المرة الأولى التي كان عندك هذا Is this the first time you've had this هل هذه هي المرة الأولى التي كان لديك هذا بمعنى هل هذا الشعور أو هذا الألم يعني جاء للمرة الأولى أو هو المرة الأولى التي تشعر به I'll give you an injection I'll give you an injection بمعنى سوف أعطيك حقنة I'll give you an injection سوف أعطيك حقنة في ناس كثير تخافة من إرحقنة I want a specimen of your blood stools urine I want a specimen of your blood stools urine بمعنى أريد عينة من دمك أو بيرازك أو بولك I want a specimen of your blood stools urine You must stay in the bed for five days طبعا ممكن الدكتور يحدد الفترة الزمنية التي تحتاجها من خلال هذا الرقم فممكن أن تكون خمسة عشرة أو غيرهم من الأرقام إذن You must stay in the bed for five days بمعنى يجب أن تبقى في الفراش خمسة أيام وقد يقول مثلا عشرة أيام You must stay in the bed for ten days إذن هذا الرقم يتغير حسب ما يطلبه منك الطبيب إذن هذه هي العبارات التي تحتاجها في عيادة الطبيب جزيزي الشكر والتقدير لكل من يتابعني على اليوتيوب وإلى لقاء آخر بمشيئة الله